أولاً أسئلة الكتاب المدرسي رقم واحد أكتب المستحل العلمي الدال على كل من العبارات الأتية واحد الحركة الدورية التي يحدثها الجسم مهتز على جانبي موضع سكونه بحيث تتكرر حركته على فترات زمنية متساوية نسميه إيه؟ برافو الحركة الإهتزازية نين عدد الإهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة ده يسمي إيه؟ التردد اتنين اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين مع تعليل إجابتك واحد حاصل ضرب تردد جسم مهتز في زمنه الدوري يساوي نص تلت ربع واحد صحيح طبعاً يساوي إيه؟ الواحد الصحيح ليه؟ لأن الزمن الدوري يساوي المعكوس الضربي لمين؟ للتردد طيب رقم اتنين من الشكل المقابل عندما تتحرك كرة البندول من سين إلى صاد في زمن قدره اتنين من مية ثانية فإن التردد يساوي نقط هيرتس من سين لصاد دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن نصف اهتزازة كاملة الأول هنجيب الزمن الدوري وبعد كده نجيب التردد الزمن الدوري يساوي إيه؟ اتنين في اتنين من مية ليه؟ هيقول لما تكون من سين لصاد بضرف اتنين يبقى اتنين في اتنين من مية تساوي كام؟ اربعة من مية ثانية طب التردد يساوي إيه؟ مقلوب الزمن الدولي يعني واحد على أربعة من مية تساوي كام؟ خمسة وعشرين هيرتس رقم تلاتة الأشكال الآتية تعبر عن اهتزاز بندول بسيطة ساعة اهتزازه تساوي نقط سنتيمتر تلاتين خمسة وعشرين عشرين عشر هنه تكون كام؟ برافو تلاتين سنتيمتر ليه؟ لأنها أكبر إزاحة بيصنحها الجسم بعيداً عن موضع إيه؟ السكوم رقم تلاتة ماذا نعني بقولنا أن واحد عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها جسم مهتز إذا من قدره عشرة ثانية يساوي خمسمائة اهتزازة كاملة أول ما يبدأ كلمة عدد الاهتزازات الكاملة يبقى عاوز تردد التردد بيساوي إيه؟ ويبقى معي؟ التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن إيه؟ بالثاني طيب هنا عدد يزاد كام؟ خمسمائة اهتزازة والزمن كام عشرة يبقى خمسمائة على عشرة ساوي كام؟ خمسين هرتز يبقى التردد بيساوي كام؟ خمسين هرتز اتنين اتنين الزمن الذي يستغرقه زنبورك في عمل ستين اهتزازة كاملة يساوي دقيقة واحدة أو ما يقول لي الزمن الذي يبقى عاوز مين؟ الزمن الدوري الزمن الدوري يساوي ايه؟ الزمن بالثانية على عدد ايه؟ الاهتزازات الكاملة انا عندي هنا واحد دقيقة يعني كام ثانية؟ ستين يبقى ستين على ستين تساوي كام؟ واحد ثانية اربعة من الشكل المقابل الذي يمثل حركة جسم مهتز رقم واحد يوجد الزمن الدوري للجسم مهتز الزمن الدوري يساوي ايه؟ الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة طيب الزمن كام؟ تمانية من مية على كام؟ اتنين يبقى تمانية من مية على اتنين تساوي كام؟ اربعة من مية ثانية طيب كام اتنين قعد رسم الشكل في الورقة البيانية واحد بحيث يزداد التردد للضعف مع ثبوت ساعة الاهتزاز ساعة الاهتزاز ثابتة يبقى الارتفاع هيزل زي ما هو مربع واحد لفوق زي ما هو طيب التردد عندي هنا اللي هو عدد الاهتزازات اتنين اما زي لا الضعف هيبو كام؟ اربعة يبقى انا عاوز ارسم ايه؟ اربع الاهتزازات في الشكل القدام منها دهوت اعملها ازاي؟ طريقة بسيطة تعالى عند اول مربع وهنعمل فيه حرف تمانية بس يكون التمانية واضي كره من فوق طيب سيبو المربع جمي منه بعد كده هعمل ايه؟ حرف تمانية طيب سيبو المربع جمي منه وعمل ايه؟ كمان تمانية سيب المربع وعمل ايه؟ تمانية تعالى بقى انزل تحت بقى اول مربع هنسيبه فاضي هنعمل حرف سبعة سبعة يعني مش هالفوق برضك واضي كره من تحت هنسيب مربع جمي منه ونعمل ايه؟ حرف سبعة ونسيب جمي منه ونعمل حرف ايه؟ سبعة ونسيب جمي منه ونعمل حرف ايه؟ سبعة ووصلنا ببعض هيدديني الشكل اللي احنا ايه؟ عاوزين طيب رقم ثلاثة قعد رسم الشكل في الورقة البيانية رقم اتنين بحيث تزداد ساعة الاهتزاز للضعف مع ثبوت الترد التردد هنا ثابت يعني هيكون اهتزازتين زي ما هم لكن هنزود الارتفاع لفوق للضعف انا عندي هنا ارتفاع عبارة عن مربع واحد بزي ما هم مربع واحد هنخليه ايه؟ مربعين لاعلى يبقى نفس الرسمة بس هنزود الارتفاع لاعلى وكمان لاعلى زي الشكل قدر منها بزبط رقم خمسة سين وصاد وعين ثلاثة امثلة للحركة الارتزازية وهي بدون ترتيب حركة بندول، حركة زومبورك، حركة وطر اذا، كانت سين لا تمثل حركة زومبورك او بندول طب لا هي زومبورك، ولا بندول، يبقى سين ايه؟ يبقى وطر طيب وصاد لا تمثل حركة بندول او وطر يبقى صاد ايه؟ زومبورك، يبقى عين ايه؟ حركة بندول ثانيا أسئلة كتاب الامتحان رقم واحد اختر الإجابة صحيحة ما بين الإجابات المعطاة واحد حركة نقط من أمثلة الحركة الإهتزازية الكتار أمواج الماء لعبة النحلة الأرجوح طبعا مين براف الأرجوح اتنين تعتبر حركة بندول ساعة الحائط حركة ألف دورية باق اهتزازية جيم موجية دال ألف وباق مع طبعا إيه؟ ألف وباق مع يعني دورية اهتزازية ثلاثة تمثل حركة نقط حركة دورية غير اهتزازية ألف الأرجوحة باق لعبة النحلة جيم الوطر المجدود دال الشوك الرنان طبعا إيه؟ صح لعبة النحلة رقم إيه؟ رقم باق أربعة سرعة كرة البندول البسيط نقط كلما ابتعدت عن موضع السكون السرعة بحصل لها إيه؟ كلما تبتعد عن موضع السكون ألف لا تتأثر باق تقل جيم تزداد دال الضعف طبعا رقم باق تقل الحمسة المسافة بين نقطتين سرعة الجسم مهتز عند أحدهما أكبر ما يمكن وعند الأخرى أقل ما يمكن سفر تساوي ألف الاهتزازة كاملة باق نصف اهتزازة كاملة جيم ساعة اهتزاز دال التردد الإجابة الرقم إيه؟ جيم ساعة اهتزاز ستة ساعة الاهتزاز تعادل نقطة اهتزازة كاملة ألف أربعة أمثال باق مقدار جيم ربع دال النصف إجابة الرقم إيه؟ جيم رابع اهتزازة إيه؟ كاملة سبعة المسافة بين أقصى إزاحتين لبندول بسيط على جانبي موضع سكونه تعادل نقطة اهتزازة كاملة ألف ربع باق نصف جيم ضعف دال أربعة أمثال هنا إزاحتين إحنا قدنا الإزازة كاملة تضمن إيه؟ أربعة إزاحات الإزاح الواحدة ربع يبقى الإزاحتين إيه؟ نصف يبقى اللي جابه رقم باق نصف إزازة كاملة فقم تمانية من الشكل المقابل فقم واحد أقصى سرعة يسجلها البندول عندما يمر دي النقطة ألف ولا باق ولا جيم ولا باق وجيم طبعا لما يمر دي النقطة إيه؟ براف رقم ألف اللي هي الموضع إيه؟ السكون اتنين تنعدم سرعة البندول لحظيا عند النقطة ألف ولا باق ولا جيم ولا باق وجيم طبعا عند النقطة إيه؟ باق وجيم اللي جابه رقم ده ثلاثة يمكن التعبير عن الاهتزاز الكاملة لهذا البندول بالصورة ألف جيم棉 باق ألف ولا ألف جيم ألف باق ألف ولا جيم ألف باق ألف جيم ولا الناقصة في الشكل هنا هو بيبدأ من النقطة ألف يبقى يبدأ من ألف ثم يتحرك إلى جيم ثم يعود مرة أخرى من جيم إلى ألف ثم إلى باق ثم إلى ألف تسعة عندما يستغرق بندول بسيط زمن قدره اتنين من العشرة ثانية في عمل ساعة اهتزاز واحدة يكون زمن الدوري نقط ثانية عشان نحسب الزمن الدوري الزمن الدوري هنا بيسوي إيه؟ أربعة في زمن ساعة اهتزاز يعني أربعة في اتنين من عشرة تسوي كام؟ تمانية من العشرة يبقى يجب رقم إيه؟ رقم دل رقم عشرة عندما يصنع جسم مهتز عشر اهتزازات كاملة في الثانية الواحدة يكون زمنه الدوري نقط ثانية ألف عشرة باق خمسة من عشرة جيم واحد من عشرة دل واحد من مي الزمن الدوري يسوي إيه؟ الزمن بالثانية على عدد الزمن الكاملة الزمن عندنا كام واحد واحد على إيه؟ على عشرة يسوي كام واحد من عشرة إيه؟ ثاني يبقى يبقى رقم جيم حداشر عندما يصنع جسم ستمائة اهتزازة كاملة في الضقيقة فإن تردد هذا الجسم نقط هرتز ألف نص باق ستين جيم واحد على ستمائة دل عشرة هتردد بتسوي إيه؟ عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن إيه؟ بيه الثانية يعني ستمائة على ستين تساوي كام؟ بتساوي عشرة إيه؟ عشرة هرتز نشر من الشكل المقابل رقم واحد تردد الجسم المهتز بيساوي نقط هرتز ألف خمسة باق عشرة جيم خمسة وعشرين دل خمسين فيه أكتر من طريقة اللي احنا نجيب التردد من الشكل ده إزاي؟ أول حاجة ممكن نجيب الزمن الدوري الزمن الدوري هنا بيساوي كام؟ مع الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة أنا عندي هنا الاهتزازة كاملة وأخذ ده وقتة ايه؟ تستغرق وقتة دي أربعة من مية ثانية يعني الزمن الدوري يساوي أربعة من مية ثانية يبقى التردد بيساوي كام؟ واحد على أربعة ايه؟ أربعة من مية يساوي كام؟ خمسة وعشرين هرتز ده الترقية الأول ده الترقية التانية ان انا اقول التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثاني. دولك كلهم كام اهتزازة? اتنين. على الزمن كله كام? تمانية من مية. يبقى اتنين على تمانية من مية تساوي كام? خمسة وعشرين هرتز. رقم اتنين ساعة الاهتزاز نقط متر. الف اتنين من مية فاربعة من مية جيم واحد دال اتنين. هنبص لفوق كده اقصى ازا حكام اتنين متر. يجب ايه? رقم دال. تلات عشر. ازا كان تردد جسم مهتز خمسة هرتز. فانه يحدث نقط اهتزازة كاملة في الضفقة الواحدة. حيما تعاوزين نجيب ايه? عدد الاهتزازات الكاملة. هم? ترفين فاسطين. يعني بيتساوي التردد في الزمن بالثاني. رقم عندنا كام خمسة. خمسة في دي عندنا كام سانية? ستين. يبقى خمسة في ستين يساوي كام? تلتمائة اهتزازة كاملة. اربعتاشر. يتساوي الزمن الدوري مع التردد. عندما يقوم الجسم المهتز بعمل نقط اهتزازة كاملة. خلال واحد ثانية. الف واحد بقى اتنين جيم تلاتة دال اربعة. طبعا الزمن الدوري تساوي مع التردد لما تساوي ايه? عدد الاهتزازات مع الزمن بالثاني. الزمن هندي كام? واحد. يبقى لازم نكون عدد هذا كام? واحد. يبقى يجب رقم ايه? رقم الف. خمسة تساوي نقط كيلو هرتز. الف عشر قس اتنين بقى عشر قس تلاتة. جيم عشر قس ستة دال عشرة قس تسعة. طبعا الجيجة فيها قد ايه? بالنسبة للهرتز عشرة قس تسعة. والكيلو عشرة قس تلاتة. يعني فارق بينهم قد ايه? عشرة قس ستة. يعني الجيجة اكبر من الكيلو قد ايه? بعشرة قس ستة. يبقى لازم رقم كام? رقم جيم عشرة قس ستة. ستاشر. ازا كان تردد جسم مهتز اربعة هرتز. يكون زمن والدوري نقط ثانية. الف اربعة بقى اتنين جيم نص دال ربعة. الزمن الدوري يساوي ايه? مقلوب التردد. يعني واحد على كام على اربعة. يبقى لازم رقم ايه? رقم دال ربعة. تبعنتاشر. الشكل نقط يعبر عن العلاقة بين التردد والزمن الدوري. الف ولا بق ولا جيم ولا دال? طبع علاقة عكسية. في الشكل ايه? رقم بق. تبعنتاشر. من الشكل المقابل واحد عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم سين في الثانية الواحدة. يساوي نقط اهتزازة. الف ربعمية بقى خمسمية جيم اربعة من الف دال اتنين من الف. اللي احنا بصينا على الرسم. المحوى الرقسي تردد. والقفقية الزمن الدوري. طيب هو عاوز مين? عاوز تردد. على اهتزازات كاملة يتردد. طيب هنبص على المحوى مين? الرقسي. سين ما بين كام? ربعمائة هرتز بستمائة هرتز. الان ساوي كام? خمسمائة هرتز. يبقى اجابة رقم? بقى. اتنين. الزمن الدوري للجسم المهتز صاد. نقط سانية. الف اربعة من الف. بقى خمسة من الف. جيم اربعة دال خمسة. طيب الزمن الدوري يبقى بص على المحور انهو. المحور افكي. طيب صاد ما بين كام? ما بين ستة من الف واربعة من الف. يبقى كام? صح? خمسة من الف. 19. في الشكل المقابل اذا كانت اقصى ازاحة. احداثها الزومبورك بعيدا عن موضع سكونه. ثلاثة سنتيمتر. فان واحد. المسافة الرأسية التي اقطعها الزومبورك خلال ثلاث اهتزازات كاملة. تساوي نقط سنتيمتر. الف تلاتة. بقى اتنشر. جيم اربعة وعشرين. دال ستة وتلاتين. الاول احنا نحسب المسافة المقطوعة خلال اهتزازة واحدة. يعني هقول اربعة في تلاتة. تساوي كام? اتناشر سنتيمتر. طيب اتناشر سنتيمتر ده خيال ايه? اهتزازة واحدة. هو قلن خيال كام? تلات اهتزازات. يبقى اتناشر في تلاتة تساوي كام? ستة وتلاتين سنتيمتر. يبقى نجيب رقم? دال لا. طيب اتنين تردد الزومبورك يساوي نقط هرتس. الف اتنين من عشرة. بقى اربعة من عشرة. جيم اتنين مص دال خمسة. طيب عشان نجيب التردد الاول نجيب الزمن الدولي. هو هنا بدينا قد ايه? زمن ساعة اهتزاز. واحدة. يبقى اهتزازها في كام? اربعة. يبقى اربعة في واحد من عشرة تساوي كام? اربعة من عشرة. ده زمن الدول. يبقى التردد. تساوي ايه? مقلوب الزمن الدولي. يعني واحد على اربعة من عشرة. تساوي كام? اتنين ونص هرتس. يبقى اجيب رقم كام? رقم جيم. اتنين اكتب المستهل العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الاتية. واحد. الحركة التي تتكرر بانتظام خلال فترات زمنية متساوية. بسمى ايه? الحركة الدورية. اتنين. الحركة التي يحدثها الجسم المهتز. على جانبي موضع سكونه. بحيث تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. ده بسمى الحركة الاهتزازية. تلاتة. ابسط صور الحركة الاهتزازية. بسمى ايه? الحركة التوافقية البسيطة. اربعة. الموضع الذي تكون فيه سورة الجسم المهتز نهاية عزمة. والازاحة صفر. موضع ايه? موضع السكون. خمسة. اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه. سمى ساعة الاهتزاز. ستة. الحركة التي يحدثها الجسم المهتز. عندما يمر بنقطة مية في مصار حركته. مرتين متتاليتين. وفي اتجاه واحد. يسمى ايه? الاهتزازة الكاملة. سامعة. الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة. يسمى ايه? الزمن الدوري. تمانية. عدد الهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. مثل ما هي ايه? براف. الترد. ثلاثة. اكمل العبارات الاثتية بما يناسبها. واحد. الحركة الزازية والحركة نقط من انواع الحركة نقط. الحركة ايه? الحركة الموجية. من انواع الحركة الدورية. اتنين. في الحركة الالزازية بتحرك الجسم المهتز بانتظام على جانبي موضع. موضع ايه? السكون. وتكون سرعته نقط عند مروره بهذا الموضع. ها? تكون ايه? اكبر ما يمكن. تلاتة. تتناسب طاقة حركة كرة البندول البسيط. تناسبا نقط مع كل من كتلته ونقط. سرعتها. تناسبا ايه? ترديا مع كل من كتلتها ومربع ايه? سرعتها. اربعة. لا. تعتبر. الحركة التي تصنعها لابت النحلة. حركة نقط. حركة ايه? حركة هاتزازية. بالرغم من كونها حركة. حركة ايه? حركة دورية. خمسة. تتضمن الاهتزازة الكاملة نقط ازاحات متتالية. تسمى كل منها نقط. كام? اربع ازاحات. تسمى كل منها ايه? ساعة اهتزاز. ستة. وحد القياس ساعة الاهتزاز نقط. كام? ايه? المتر. بينما وحد القياس الزمن الدوري. الثانية. سبعة. بندول بسيط. اقصى ازاحة. فاجزها? بعيدا عن موضع سكونه. خمسة من عشرة متر. خلال خمسة من عشرة تانية. فان ساعة اهتزازه تساوي كام? راف. خمسة من عشرة متر. طيب. وزمن الدوري? يبقى ازاحة كام? اربعة في زمن ساعة الاهتزاز. يعني اربعة في خمسة من عشرة تساوي كام? اتنين ثانية. تمانية. الهيرتز وحد القياس. هم? القياس ايه? اتردد. تسعة. كيلو هيرتز يعادل نقط هيرتز. كام? اصغر من الجيجي هيرتز. يعني الجيجي هيرتز هو الاكبر. اكبر منها كام? بعشرة اص ثلاثة. طب ما يجي حاول من الصغير الكبير يبقى هدف اشارة سالبة. يبقى قول عشرين في عشرة اص سالب ثلاثة. يساوي كام? يعني عشرين على الف اياها. يساوي كام? اتنين من مية ايه? جيجي هيرتز. هدف عشر. الفرق بين حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري. والواحد الصحيح يساوي نقط. يعني واحد ناقص واحد يساوي كام? سفر. نشر. البندول البسيط الذي يهتز 30 اهتزازة كاملة في 6 ثانية يكون تردده نقط وزمن الدوري نقط. التردد بساوي ايه? عدد الاتزازات على الزمن بالساني. يعني 30 على 6 تساوي كام? 5 هيرتز. طيب والزمن الدوري? واحد على خمس. يعني تساوي كام? اثنين من عشرة ثانية. اربعة. ضع لمنصح امام العبارة الصحيحة. واعد تصويب العبارة الخطأ. رقم واحد تكرر الحركة الدورية للجسم المهتز على فترات زمنية متساوية. ده عبارة ايه? عبارة صحيح. اثنين. تقل طاقة حركة البندول البسيطة بزيادة سرعته. عبارة ايه? خطأة. انها ايه? تزداد طاقة الحركة بزيادة السرعة. او تقل طاقة الحركة بنقص ايه? السرعة. ثلاثة. حركة الزنبورك تمثل حركة دورية زازية. عبارة ايه? صحيح. اربعة. حركة الارجوحة من امثلة الحركة الدورية. ده عبارة ايه? صحيح. خمسة. تصبح سرعة الجسم المهتز قيمة عزمة عند مروره بموضع سكونه. طبعا عبارة ايه? عبارة صحيح. ستة. مقدار الازاحة على جانبي موضع سكون الجسم المهتز يكون متساوي. عبارة صحيح. سبعة. تمثل الحركة التفقية البسيطة بخط مستقيم. ده عبارة خطأة. تمثل بايه? منحنى جايبي. تمثل دوري بزيادة عدد الاهتزازات الكاملة الحادثة في الثانية الوحيدة. طبعا ايه? غلط ليه? لانه بيقل. الالاوقع بين الزامة الدوري وعدد الاهتزازات الالاوقع عكسية. عشرة. صمم العالم هيجينز الساعة البندولية التي تعتمد على ان تردد البندول ثابت مهما تغيرت سرعته. عبارة ايه? خطأة. مهما تغيرت ايه? ساعة اهتزازه. هداشر. الجيجا هيرتز اقل من الميجا هيرتز. عبارة ايه? خطأة. ليه? ان يكون اكبر. خمسة. استخرج العبارة او الكلمة غير المناسبة. ثم اكتب ما يربط بين باقي العبارات او الكلمات. رقم واحد. حركة فرعي شوكة رنانة. حركة لابة النحلة. حركة الكطار. حركة الاردوح. طبعا بنهزف مين? حركة الكطار. والباقي ايه? امثلة. لحركة مين? الدورية. اتنين. حركة البندول البسيط. حركة الزنبورك. حركة لابة النحلة. حركة الوطر المشدود. هنهزف مين? حركة لابة النحلة. لان الباقي ايه? امثلة لحركة دورية اهتزازية. ثلاثة النانوماتر هيرتز جيجي هيرتز ميجي هيرتز طبعا بنحزة في مين النانوماتر ليه لان باقي من وحدتكو ياسمين التردد ستة سوب العبارات الاثاتية بشرط عدم تغيير ما تحته خط رقم واحد حركة كل من البندول البسيط ولابت النحلة تمثل حركة دورية اهتزازية يعني ايه اللي بمثل حركة دورية اهتزازية طبعا مين البندول البسيط والزنبورك ده يمثل ايه حركة دورية اهتزازية اثنين تعتبر الحركة الانتقالية افسط صور الحركة الهتزازية الحركة مين التوفقية البسيطة ثلاثة الزمن الدوري هو زمن اربع اهتزازات كاملة الزمن الدور هو ايه هو زمن اهتزازة كاملة اربعة. تردد جسم مهتز يساوي مقلوب الازاح. مقلوب مين? الزمن الدوري. خمسة. الميجا هيرتز يساوي عشرة قس ستة جيجا هيرتز. يساوي كام? عشرة قس ثالب ثلاثة جيجا هيرتز. ليه? لان الميجا هيرتز اقل مين الجيجا ايه? هيرتز. ومحاول من الصغير الكبير. بدر في اشارة ايه? سالبة. ستة. الجسم الذي تردده متين هيرتز يكون بعمل اهتزازة واحدة في اتنين ثانية. يكون بعمل كام? متين اهتزازة كاملة في الثانية ايه? الواحدة. سبعة. علل لما يأتي. رقم واحد تعتبر الحركة الهتزازية حركة دورية. دورية ليه? لانها تتكرر بانتزام خلال فترات زمنية ايه? متساوية. خم اتنين اهتزاز فرعي الشوكة الرنانة يمثل حركة دورية اهتزازية. دورية هتزازة ليه? لانها تتكرر بانتزام خلال فترات زمنية متساوية على جانبي موضع ايه? السكون. تلاتة لا تعتبر الحركة الدورية لعقارب الساعة حركة اهتزازية. اه? هي السبب? لان الجسم لا يصنح على جانبي موضع ايه? السكون. اربعة. تكون طاقة حركة البندول اكبر ما يمكن. عند مروره بموضع السكون. ما السبب? لان السرعة تكون اكبر ما يمكن. خمسة. تعتبر حركة بندول ساعة الحائط. حركة توفقية بسيطة. ليه? لانها ابسط صور الحركة ايه? الهتزازية. ستة. يقول الزمن الدوري للجسم مهتز بزيادة عدد الهتزازات الكاملة التي يحدثها في نفس الزمن. اه? ايه السبب? لان الزمن الدوري تناسب تناسب ايه? عكسيا مع عدد الهتزازات الكاملة. سبعة. الزمن الدوري فيه التردد بيساوي الواحد الصحيح. اه? ايه السبب? لان الزمن الدوري بيساوي ايه? المعكوس الضربي للتردد. تمانية. يقل تردد الجسم مهتز بزيادة الزمن الدوري. لان العلاقة بين التردد والزمن الدوري علاقة ايه? علاقة عكسية. تمانية. اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاة. مع بيان سبب اختيارك. واحد تعتبر حركة لابة النحلة. الف حركة دورية. باء. حركة اهتزازية. جيم حركة موجية. دال الف وباء معا. حركة ايه? حركة دورية. ليه? لانها تتكرر بانتظام خلال فترات زمنية ايه? متساوية. اتنين ايا من الاشكال التالية يمثل الاهتزازة كاملة. الف ولا باء ولا جيم? طبعا الشكل ايه? الف. لانه يتضمن ايه? اربع ساعة اهتزاز متتالية. ثلاثة. ازا كان زمن الاهتزازة الكاملة لبندول بسيط نصف سامية. فان تردده يساوي نقط هرتز. الف تلاتين باء خمسة جيم تلاتة دال اتنين. التردد يساوي ايه? مقلوب الزمن الدولي. يعني واحد على خمسة من عشرة. يساوي اتنين هرتز. اربعة. في الشكل المقابل عندما تتحرك كرة البندول من الف الى باء. في زمن قدره واحد من مية ثانية. فان التردد يساوي نقط هرتز. الف واحد من مية باء اربعة من مية جيم خمسة وعشرين دال خمسين. الاول هنجيب الزمن الدوري. الزمن الدوري يساوي ايه? زمن اربع ساعة اهتزاز. يعني اربعة في واحد من مية يساوي كام اربعة من مية. طب تردد يساوي ايه? مقلوب الزمن الدوري. يعني واحد على اربعة من مية يساوي كام? خمسة وعشرين هرتز. رقم عشرة. ما معنى قولنا ان رقم واحد. اقصى ازاحة يحدثها جسم مهتز اربعة سنتيمتر. يحاوز دين. برافة. سعة اهتزاز. اي ان ساعة اهتزاز الجسم المهتز سوكام اربعة سنتيمتر. يبقى حولها المتر اسمع لكهام عالمي. يبقى اربعة عالمية سوكام اربعة مية متر. اتنين. سعة اهتزاز جسم مهتز ستة سنتيمتر. اي ان ايه? اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز يساوي ستة سنتيمتر. يعني سوكام ستة مية متر. تلاتة. الزمن الدوري لجسم مهتز تلاتين ثانية. اي ان ايه? الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة يساوي تلاتين ثانية. اربعة. الزمن الذي تستغرق شوكر النانا في عمل ثمانين اهتزازة كاملة يساوي دقيقة واحدة. اي ان الزمن الدوري للشوكر النانا بيساوي ايه? طبعا الزمن الدوري يساوي ايه? الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. يعني ستين عالثمانين يساوي كامل. خمسة وسبعين من مية ثانية. خمسة تردد شوكر النانا متين ستة وخمسين هرتز. اي ان ايه? عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في زمن قدره دقيقة ونصف يساوي خمسمية واربعين اهتزازة كاملة. اي ان التردد بيساوي ايه? عدد الاهتزازات الكاملة على زمن بالسانية. خمسمية واربعين على دقيقة من نصف ايه? تسعين سانية. توكام ستة هرتز. حداشر. متى تكون رقم واحد حركة جسم حركة دورية. عندما ايه? تتكرر بالنظام خلال فترات زمنية متساوي. اتنين حركة الدورية حركة هتزازية. عندما يصنح الجسم ايه? على جانبي موضع سكون. تلاتة سرعة كرة بندول اكبر ما يمكن. عندما ايه? يمر الموضع سكون. اربعة. طاقة حركة كرة بندول اقل ما يمكن. عند ايه? عند اقصى ازاحة يصل لها بعيدا عن موضع ايه? السكون. خمسة. قيمة الزمن الدوري لجسم مهتز مساوية لقيمة تردده. عندما تساوي ايه? عدد الاهتزازات الكاملة مع الزمن ايه? الثانية. اتنشر. ماذا يحدد السعين ده? رقم واحد. وصول كرة بندول اثناء حركتها. لا اقصى ازاحة بعيدا عن موضع السكون. طبعا السرعة تساوي ايه? سفر. اتنين اقتراب جسم مهتز من موضع سكونه. يحصل ايه? تزداد السرعة. تلاتة. مرور الجسم المهتز اسناء حركته بموضع السكون. السرعة بتكون ايه? اكبر ما يمكن. يعني تحت الحركة بتكون ايه? اكبر ما يمكن. تلاتاشر. هذكر العلاقة الرائدية بين كل من واحد ساعة الاهتزاز والاهتزازة الكاملة. طبعا ساعة الاهتزازة تتمر ايه? تساوي ايه? رابع الاهتزازة ايه? الكاملة. اتنين الزمن الدوري وعدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في زمن معين. هم? الزمن الدوري يساوي ايه? الزمن بالسانية على ايه? عدد الاهتزازات الكاملة. ثلاثة. عدد الاهتزازات الكاملة وزمن حدوثها. هم? عدد الاهتزازات يساوي ايه? التردد في الزمن ايه? بالسانية. اربعة. زمن الاهتزازة الكاملة. وزمن ساعة الاهتزاز. زمن الاهتزازة كاملة يساوي ايه? اربعة في زمن ساعة ايه? الاهتزاز. خمسة. التردد وعدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في زمن معين. هم? التردد بساوي ايه? عدد. الاهتزازات الدول يساوي ايه? مكلوب التردد او معكوسة ضرب مين? التردد. ان كده خلصنا ان شاء الله الحصة الجاية هنحل المسائل بس هنحلها عصبورة. سنبني ان شاء الله الحصة الجاية او الفيديو الجاية يعني. لو انت استفادت من الفيديو اخش علينا باللايك وشير وفعل الجرس.